أنتقل إليك سيد رولوند في بروكسل حتى الآن كيف تقيم الخطوات أو المواقف الأوروبية من الموقف الصيني في هذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ حصل أن مساء الخير من بروكسل حقيقة القول في أن الاتحاد الأوروبي بالطبع لا يسعد بشأن موقف الصين الصين لم تدع شاردة ولا واردة في دعم روسيا وفي دعم اعتدائها اعتداء روسيا بحق أوكرانيا الصين لم تقل كلمة ولم تنبت بانتشافة فيما يتعلق باعتراضها على مواقف روسيا كذلك فإن هذا لربما يرتقي إلى مرحلة التهديد ضد الاتحاد الأوروبي طال سنين عدة ومن ثم فإن تدهور هذه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين هو بالطبع لم يبدأ منذ اعتداء روسيا ووكرانيا ولكنها مشوار طال أمده ولم نصل لنهاياتي حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر